بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل من التحقق بقناتي سنقدم اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى متوسط تكون مراجعة قيمة لاختبار الفصل الثاني مع الوضعية الإدمجية الوضعية عني النعم إذن تابع معي سنبدأ بالوضعية الأولى أكمل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج إلى غاية العزيز الحميد من هم أصحاب الأخدود؟ السؤال الثاني السؤال الثالث يشرح المفردات التالية الأخدود، اليوم الموعود، وفتنه إذن رح نخلي لك وقت باش تجاوب ورح نتقسم الإجابات الصحيحة إذن نبدأ بالصورة رح أجب شفاويا ثم كتابيا أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقام منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذه ثمان آيات الأولى من سورة البروج من هم أصحاب الأخدود؟ إذن أصحاب الأخدود هم القوم الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله الأخدود الأخدود يعني الخندق وهو الشق العظيم اليوم الموعود هو يوم القيامة وفتنوا أي عذبوا أو أحراقوا طبعا الآيات أكيد مكتوبة في الكراسة التنميذ وكتابه وكذلك المصحف الشريف التنميذ اللي كان ممكن أن الكتاب تاعه يضع له في آخر لحظة ويقعد يدور عليه في وسط الكتب وما يكونش كاتب صورة الكراسة يرجع إلى المصحف هذه الإجابة عني الوضعية الأولى أن نذهب إلى الوضعية الثانية ماذا تقول الوضعية الثانية عرف الغسل شرعا ما حكم الغسل استدل بما تحفظه من الكتاب والسنة عدد فرائض الغسل دون شرح نجيب مع بعض إذن التنميذ يكتب التعريف الذي كتبه له الأستاذ التعريف اللي عندي أنا ماذا يقول إذن الغسل شرعا هو إيصال الماء وتعميمه على الجسد مع تلك بنية رفع الحدث الأكبر هذا تعريف الغسل شرعا حكمه واجب لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يختسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده هنا نستذل بالكتاب أو السنة ليكون تحفظ الآية من الكتاب ولكن تحفظ الحديث الشريف والسنة فرائض الغسل هي النية تخليل الشعر تعميم ظاهر الجسد بالماء الدلك والموالات الموالات يعني العضو بعدها العضو الأخر إذن الإجابة مكتوبة هي إذن الغسل تعريفه وهذا هو تعريف الغسل حكمه الدليل من القرآن والدليل من السنة وفرائض الغسل دون شرح في نقول دون شرح يعني العناصر فقط نذهب الآن إلى الوضع الإدماجية ماذا تقول وأنت تتأمل هذا الكون تلاحظ فضل ربك عليك في نعامه هذا السياء السند قال الله تعالى إن لكم في الأنعام لعبر نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين هذه صورة النحل التعليم اعتمادا على ما درسته اكتب فقراء من عشر أسطر تبين فيها نعم الله على عباده مستدلا بما تحفظه من كتاب الله تعالى إذن سنرخص طبعا الدرس درس النعم إذن تابع معي مجزني الله بالعقل حتى أتدبر به مصدر النعم وأعرف أنها منه وحده سبحانه ومن رحمته أنه سخر لنا النعم كثيرة في كل ما يحيط بنا ويدل ذلك على قدرته وعظمته ومن بين هذه النعم طبعا نذكر كل النعم الموجودة في سورة النحل نعمة الألبان والأنعام قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث وذم من بين فرث وذم لبن خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونها يعفوا هنا مما في بطونها أعوذ بالله مشترى بسم الله الرحمن محيطة وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين النعمة الثانية هي نعمة النخيل والأعناب قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لا آية لقوم يعقيرون النعمة الأخرى هي نعمة النحل قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون ثم قل من كل الثمرات فسلكي سبول ربك ذلل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في جفاء للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون الآية من سورة النحل الآية 66 حتى الآية 69 من سورة النحل أسيكم تلمي بحفظ هذه الصور اليما ما شاءتكم في الوضع الإدماجية رح تجيكم في الأسئلة المقترحة لهذا الإختبار إذن كانت هذه الأسئلة سورة البروش وضرورة تحفظها وتشرح الكلمات وكذلك تعريف الغسل وحكمه وفرائضه إن صح التعبير والوضع الإدماجية كثير من يبحث عنها هي النعم نعم الله تعالى عليها تمنيتي لكم التوفيق وإلى اللقاء في فيديو آخر